دي بقى اللي نزلتها الوزارة دلوقت على صفحتها اختبارات شهر اكتوبر ونوفمبر مع ملاحظة ان الاختبار يغطي ما قطع من الملاحظة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين اخيرا الوزارة حددت موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي لاختبارات شهر اكتوبر ونوفمبر اللي متأجلة من شهر اكتوبر عشان يبقى الشهرين مع بعض وهنقول آليات الامتحان وشروط كل حاجة بالنسبة للصف الرابع الابتدائي زي ما الوزارة نزلتها حالا دلوقتي آليات وشروط الامتحانات ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو انتم جداد معنا وتعالوا نتبع التفاصيل اول حاجة باسم الله يتم امتحان شهرين اكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي وفقا للجدول المرفق اللي هنقوله دلوقتي يعني بدءا من يوم 5 ديسمبر القادم باذن الله مع ملاحظة الاتي يبقى اول امتحان خمسة اتناشر خمسة اتناشر طبعا النهاردة اتنين وعشرين على ما يخلص شهر حداشر قدامنا تمن ايام وده خمسة يبقى قدامك تلتاشر يوم يعني في التلتاشر يوم اللي جايين دول لازم تكون قفلت المناهج اللي هقولك عليها طبعا هي الوزارة ما حددتش مناهج معينة بل قالت ثابت الموضوع على المدرس او على ولي الامر يعرف هنشوف دلوقتي بالتفاصيل كل حاجة بداية من الشروط الاتية اول ملحوظة معايا ما المقرر الذي سيمتحم فيه الطلاب علشان طبعا الوزارة المقرر المناهج طويلة ومتكدسة زي ما انتوا عارفين وصعبة ففي طبعا مقرر موجود لشهر اكتوبر ونوفمبر مع بعض زي مثلا الانجليزي 3 وحدات زي الدراسات والعلوم بيبقى وحدتين بس هم قالوا احنا نشوف المدرس غطى قد ايه بالضبط والطلبة هتمتحم فيه بمعنى ايه؟ بمعنى الاختبار يغطي ما قطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 يبقى اللي بيغدوه في الايام دي لا يبقى دا المدرس لحد يوم 15 نوفمبر الحالي خلص الوحدة الاولى يبقى يمتحم في الوحدة الاولى طب خلص وحدتين يبقى يمتحم في الوحدتين تمام؟ يبقى مش كمان مش هياخدهم لاخر الشهر لا لحد 15 نوفمبر نقول للمدرس الامتحان لحد فين؟ تمام؟ وفق خطة توزيع المناهج ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر يعني كل واحد يقول نجله ابنه او بنته احنا وصلنا لحد فين في مادة كذا احنا وصلنا لحد فين في مادة كذا علشان يعرف بالضبط وصلوا لحد فين طيب نيجي بعد كده بالنسبة ليه مكان الاسئلة الاسئلة هتيجي منين؟ الطالبة يطارها تحطها مدرس المادة؟ ولا الوزارة؟ ولا الادارة؟ تعالوا نشوف الاختبار على مستوى الادارة يعني كل 5-6 مدرس مع بعض لهم اسئلة خاصة بيهم الادارة التعليمية للمواد الاساسية وتم وضع الاسئلة من جانب الوزارة ولكنه يختلف من مدرسة لاخرى وباقي المواد على مستوى المدرسة يعني نقدر نفهم من كده إن في مواد معينة لازم أسئلتها تكون من الوزارة مواد معينة لازم تكون أسئلتها من الوزارة طيب الأسئلة دي بقى عاملين هم بقى مثلا 30 نموذج 40 نموذج وهيبعثوا لكل إدارة بقى إيه؟ يعني هيبعث نموذج في الاسكندرية مش زي بتاع مثلا أسوان بتاع سوهاج مش زي بتاع الشرقية هيبقوا زي بعض يعني أقصد إيه؟ أقصد إن هو مش هيتعب نفسه هيعمل بعيد قوي ويبعث نفس النموذج بس إيه مختلف يعني؟ عموما إحنا كده كده هنشر كل حاجة إن شاء الله طيب نشوف السؤال اللي بعد كده يبقى الاختبار هيبقى على مستوى الإدارة تمام؟ وللمواد الأساسية بس طيب تطلع إيه المواد الأساسية؟ هنقولها بالتفصيل تمام؟ ولكن هو يختلف من مدرسة لأخرى طيب تعال نشوف كيفية التقييم التقييم اللي هو التصحيح هيمشي إزاي؟ والنتائج والناجح والسائط والكلام ده كله قال لي يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفن المختص وإدارة المدرسة يعني التوجيه بتاع كل مادة هيطلب من المدرس يصحح وهيبقى تحت إشراف الموجه نفسه وفي نفس الوقت التصحيح على إدارة المدرسة هي اللي هتقيم النتائج بتاعة الطلاب طيب نيجي بعد كده بقى ما هي مواد الامتحان؟ إيه المواد اللي هيمتحنوا فيها؟ طبعا لو نلاحظ في الأول هناخذ المواد الأساسية المواد الأساسية اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والدراسات والعلوم يبقى خمسة عرب وإنجليزي والرياضة ودراسات وعلوم دي المواد الإيه؟ اللي هتيجي فيها الأسئلة من بره طب بالنسبة للمواد التانية اللي هي زي التكنولوجيا والمهارات التقنية والحاجات التانية دي كلها هيبقى امتحانها من المدرسة مدرس المدرسة هو اللي هيحطها طب نرجع احنا للشرط اللي قبل كده اللي هو ده قال لي ايه بقى قال لي المواد الاساسية وتم مواد على اسئلة من جانب الوزارة ولكن يختلف مدرسة اخرى وباقي المواد على مستوى المدرسة يبقى باقي المواد هيحطها مدرس المادة مدرس التكنولوجيا والاتصالات هو اللي هيحط الاسئلة وكمان مدرس المهارات التقنية هو اللي ايه برضو ومدرس القيم هو اللي هيحط ومدرس الدين هو اللي هيحط الأسئلة يبقى المواد دي أسئلتها من مدرس المدرسة عشان بس نسأل أولاد ونشوفهم وصلوا لحد فين بالظبط آخر سؤال معنا بعد من المواد دي بقى اللي هو عدد الأسئلة عدد الأسئلة عدد الأسئلة طبعا قال لي في كل امتحان هو عشر أسئلة قصيرة متنوعة تقييس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس لما يقول لعشر أسئلة متنوعة متنوعة دي نحط تحتها خط كتير يعني ممكن يقول لتنين اختيارات ماشي اتنين صحح الخطأ اتنين مثلا بما تفسر ممكن كمان اتنين تاني من وجهة نظرك وضح وضح من وجهة نظرك لماذا حدث كذا أو لماذا تم كذا يبقى إذن كلمة موضوع الأسئلة المتنوعة هي دي بقى اللي عاملة إيه اللي هي مش حددين اختيارات عشان كده اللي هنعمل امتحانات هنتدرب على جميع الأسئلة اللي فيها بس فيه امتحانات معينة نزلت زي امتحال إنجليزي مثلا فامتحال إنجليزي ممكن ينزل الأسئلة كلها زي ما احنا شفناه وعرفنا المواصفات اللي نزلت بس هيحط لك السؤال الأول من العشرة هو الاستماع والسؤال الثاني من العشرة هو سؤال الحوار أو النص اللي انت بتكمله من الكلمات اللي فوق التالت من العشرة هو سؤال القطع مسلا يعني فهو بيقول عشرة. مش عشر نقاط يا اخوانا. عشر اسئلة. حاولوا تركزوا عشان ما تطلقبطوش. مش عشر نقاط. لا. عشر اسئلة. يعني منكم تلاقي سؤال اختيارات وسؤال من نتائج الموتر اتبع على وسؤال بما تفسر. كده يعني هيبقى حشو يعني. بس هنشوف. طيب ماشي. طيب الكلام ده ايه بقى مصدره? مصدره من هنا هو. دي بقى اللي نزلتها الوزارة دلوقت على صفحتها. اختبارات شهرية اكتوبر ونوفمبر. مع ملاحظة ان الاختبار يغطي مع قطع من المناقى الكلام اللي احنا قلناه. وطبعا الوزارة في النهاية اتمنت التوفيق والنجاح لكل الايه? لكل الطلاب. واحنا نتمنى للجميع ان شاء الله وهنزل لكم كل امتحاناتنا على كل المواد. ما تنسوش اللايك اه وشير او اه اشتركوا في القناة لو انتم جداد معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.